فيه اهتمام كبير بقطاع السياحة والمدن اللي بتمثل وجهة سياحية عالمية وكان نتيجة ده هو فوز مدينة شرم الشيخ بجائزة AFASU الذهبية لأفضل مدينة سياحية آمنة في العالم كله الجائزة دي هي مقدمة من الاتحاد الأفريقي الأسيوي للتنمية والسياحة والتكنولوجيا والتصويت كان بالإجماع بنسبة 100% من الأصوات وفقاً لمعايير بتشمل طبعاً السياحة والاستدامة والأداء الاقتصادي وكمان الصحة والأمن والسلام جائزة AFASU ذهبية ليها لجنة تحكيم عالمية دولية أعضاءها عددهم 42 عضو من جميع أنحاء العالم وليها معايير الحقيقة قصية جداً بتطبق بمنتهى الدقة في الجوائز اللي بيتم الإعلان عنها وأعتقد أنه هذه الجائزة هي تتويج لجهود مختلف أجهزة الدولة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء على مدار الفترة اللي فاتت كلها جهود كبيرة جداً لتطوير وتنمية مدينة شرم الشيخ باعتبارها أيقونة للسياحة المصرية ووجهة للمؤتمرات العالمية في الفترة الأخيرة فعلاً جمانا شرم الشيخ دلوقتي بقت مدينة زكية خضراء وفيها عدد كبير من مشروعات البنية التحتية والخدمية اللي تم تخططها وتنفيذها على أسس مستدامة طبعاً بتقدم تجربة سياحية مميزة جداً وأمنة وجنسية كتيرة حول العالم متعودة أنها تقضي أجازتها السنوية في شرم الشيخ خصوصاً في الموسم الشتوي اللي بيكون فيه إقبال كبير من السياح كمان يعني الحقيقة فيه انتعاشة كده كمان بقى ملحوظة في الموسم الشتوي السندي مش بس في شرم الشيخ الحقيقة يا شازلي يعني أعتقد أنه فيه في كل المدن السياحية المصرية السياحة فعلاً منتعشة بشكل كبير جداً والفترة اللي جاية أعتقد أن احنا هنشوف يعني خلينا نقول التحول بشكل كبير جداً في الزخم السياحي عندنا في مصر مصر هيكون لها دور تموي كبير جداً حتى في قطاع السياحة هنغير إلى حد ما هذا المفهوم لأنه مصر عندها اللي يمكن خلينا نقول الخصائص اللي عندها اللي ربنا حباها بيها مش موجودة في كل بلاد العالم فبالتالي السياحة كمان في مصر هيكون لها دور تموي واقتصادي كبير جداً خاصة مع اهتمام الدولة والمشروعات والمدن السياحية الجديدة مدينة العالمين على سبيل المثال اللي بتعتبر الوجهة السياحية الأهم على ساحة البحر المتوسط كمان لما ينتهي مشروع تمية راس الحكمة ده الوحده هيجذب 8 مليون سائح يشازلي في السنة عشان كده دايماً بنتكلم أنه نحن عندنا التفاؤل فكرة التمية تمية السياحة في الفترة القادمة والحكومة كمان مستمرة في خطتها اللي تم الاعلان عنها وهي زيادة الوفود السياحية لـ 30 مليون سائح سنوياً في 2028 وإحنا نقدر نعمل دايش أزل صحيح يا جمانة بكل تأكيد وإحنا نشغالين على هذا الأمر عشان ده طبعاً بيوفر عملة صعبة وكمان في نفس الوقت بيفتح مجالات عمل لناس كتير جداً بيساعد شباب كتير جداً في الشغل وإنت عاش تقطع سياحة بشكل عام إحنا بلد يعني الحمد لله متنوعين في السياحة بتاعتنا يعني مش مقتصرة فقط على السياحة في الشواطئ لأ إحنا عندنا كل أنواع السياحة فإحنا مهتمين بكل السياحات الموجودة إن كل دولة من دول العالم لها نوع بتفضله فيه اللي بيفضل السياحة الشاطئية فيه اللي بيجي للسياحة العلاجية للثقافية للتراثية فالحمد لله إحنا كل هذه الأنواع موجودة عندنا في مصر وبالتالي شغالين عليها خلال الفترة دي ومهتمين بكل الأنواع عشان نجذب أكبر عدد ممكن من السياح مرة تانية من صباح لحضراتكو أهلاً بيكو حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر